كشفت مصادر مطلعة عن وجود أكثر من 174 منظمة غير حكومية تعمل ضمن مجال الحقوق المدنية في محافظة واسط وفق ما تسجله المحاضر الرسمية لدى الحكومة الاتحادية لكن عددا قليلا منها فقط يقدر بنحو 15 منظمة تمارس عملها بشكل واضح وذلك لأسباب مختلفة بحسب جهات تشريعية وناشطين في المؤسسات المدنية لدينا ما يربو على 174 منظمة مسجلة حائزة على إجازة منظمات من هيئة منظمات غير حكومية في ديوان رئاسة وزراء الفاعل منها الحقيقي لا يتجاوز 10 أو 15 منظمة حقيقة المنظمات لا تكشف لنا وسائل التمويل أو طرق التمويل وإمكانيات الاستخدام دور الحكومات المحلية اللي مما أخذ دورها الفعال في مشاركة المنظمات المجتمع المدني فمعتمدة على عدد قليل من المنظمات ومهم دور عدد كبير من المنظمات ويعتقد ناشطون مدنيون أن الدوافع السياسية والأغراض الربحية التي تقف وراء تكوين بعض هذه المنظمات هي أسباب ساهمت بتراجع حظوظ منظمات المجتمع المدني لدى القاعدة الجماهرية والجهات الحكومية هذه المنظمات خرجت عن طورها الاعتيادي للتذقيف والتوعية وبدأت بقضايا مادية الأحزاب دخلت على منظمات المجتمع المدني في كل حزب أو كيان الآن حد منظمة أو منظمتين للتذقيف يستقلها للتذقيف للانتخابات وغيرها بحجة المجتمع المدني هذا مما بعدها أن طورها وضعفها مع الحكومة المركزية بحيث بدأت تنظر عليها نظرة أخرى الوعي الجماهيري للناس بالمعنى الحرفي لمؤسسات المجتمع المدني غير موجود بالوقت الحاضر يعني لا يوجد الإنسان الآن في محافظتنا اللي يكون قروبات من أجل خدمة مصلحة عامة دون مصلحة الشخصية وإدراكا منهم لحجم الدور الإيجابي الذي يمكن أن يمثله وجود مؤسسات المجتمع المدني على صعيد ملامسة حاجات المجتمع الفعلية تباينت آراء الوسطيين حول مدى نجاح بعض هذه المنظمات خلال الفترة الماضية في تحقيق أهدافها المعلنة من نظمات المجتمع المدني العاملة على مساحة واسط في محافظة واسط ما مأدي دورها بالشكل المطلوب لأن هذه المنظمات من واجبها أن أولا تقديم الدعم والعون والمساعدة إلى العوائل المتعففة العوائل الفقيرة الحالات الاستثنائية وفي نفس الوقت عليها إيصال الصوت هذه العوائل إلى المسؤولين لتقديم هذا الدعم القسم الآخر فكان فاعل في خدمة المواطن في تذليل الصعوبات التي أمامه جعلها نقطة إيجابية في التحرك بعد 9-4-2003 من مدينة الكوت أكرم ربيعي الحرة